وليت جنبلاط بعد السعودية إلى أين رئاسيا؟ تجد تساؤلات كثيرة في الصحافة اللبنانية ولا تعثر على إجابة واحدة من أصحاب الشأن عما جرى في البلاط الملكي ليأتي موقف جنبلاط الافتراضي ناشرا على تويتر صورة مركبة تجمع ملامح الرئيسين فلاديمير فوتن وحافظ الأسد وعلق على الصورة انتخب الرئيس المحبوب حافظ فلاديمير الصحف هامكت في توقوي وتكهن وتحليل فمنها من تحدث عن صفقة شاملة عرضها جنبلاط على الملك تربط بين التفاهم على رئيس جديد وسلة التفاهمات الأخرى التي تشمل قانونا جديدا للانتخابات والحكومة المقبلة فيما وراءت أخرى أن زيارة جنبلاط طوت صفحة الخلاف مع السعودية أو أن استقبال الملك سلمان لجنبلاط دليل على أن المملكة قررت العودة لممارسة نفوذ يومي ومباشر في لبنان وبالتالي فإن مواقف جنبلاط ستتبدل بعد هذه الزيارة وزير الصحة وإلى أبو فعور الذي رافق جنبلاط إلى السعودية نفى كل ما جرى تداوله إعلاميا وأكد للجديد أن الزيارة عادية ولم يحمل فيها جنبلاط أي مبادرات المخيل اللبناني مخيل غني جدا ولكن أحيانا ليس في الاتجاه الصائب علاقة وليد جنبلاط لم تنقطع مع مملكة العربية السعودية وليست علاقة مستجدة والتشاور لم ينقطع في يوم من الأيام ما لمسه وليد جنبلاط وهو ليس جديدا في موقف المملكة وهو الحرص على استقرار لبنان على سيادة لبنان وعلى وحدة اللبنانية وعلى إنجاز اللبنانيين لإستحقاقات دستورية هذا موقف يبنى عليه ولكنه ليس بموقف جديد هل هناك مبادرة؟ ليس هناك مبادرة هل هناك شيء جديد معطى جديد؟ ليس هناك من معطى جديد ولكن هذا التأكيد للموقف السعودي هو أولا الموقف التاريخي ثانيا ممكن الاستناد إلىه ربما في أي دينامية قد تنشأ بين اللبنانيين أما السفير السعودي علي عواض عسيري فقد أكد بدوره أن السعودية أسمعت جنبلاط كلاما مفاده حرصها على استقرار لبنان القيادات السياسية تعود وتزور المملكة وتسمع كل قيادة تزور المملكة تسمع ما سمعته الكيادة التي قبلها كما سمع الحكيم عند زيارته سمعها وليد بيك ومن يأتي بعده سيسمع نفس الشيء هو حرص المملكة الصادق والمخلص على مصلحة لبنان على وحدة لبنان على استقرار لبنان على رفاهية لبنان وأن نرى اللبنانيين يجتمعون على طاولة وحدة وأن نرى حوار بناء إن شاء الله ينتج عنه ما في مصلحة لبنان وشعبه يحرص المقربون إلى جنبلاط على الحد من التوقعات الرئاسية ويؤكدون أن الرياض كانت أقرب إلى تقديم النصح بانتخاب الرئيس أكثر منها إلى تسمية مرشحين محددين